الكميات الفيزيائية تنقسم الكميات الفيزيائية إلى نوعين رئيسيين هما أولاً الكميات القياسية ويستخدم لوصف هذه الكميات القيمة العددية ووحدة قياس ومن الأمثل على الكميات القياسية درجة الحرارة حيث تقاس برقم ووحدة قياس مثل مئوي أو فهرنهايت فعند ذكر درجة حرارة غليان الماء مثلاً نقول بأن الماء يغلي على درجة حرارة مئة مئوي ومن الأمثل كذلك على الكميات القياسية الحجم حيث يقاس الحجم برقم ووحدة قياس فعلى سبيل المثال عند ذكر حجم خزان ماء فإن الحجم يحدد برقم ووحدة قياس مثل متر مكعب فيقال بأن حجم الخزان على سبيل المثال هو ثلاثة متر مكعب ونلاحظ هنا أنه لا يوجد ذكر لأي اتجاه ثانياً الكميات المتجهة ونحتاج في هذا النوع من الكميات الفيزيائية عند التعامل معه إلى ذكر القيمة ووحدة القياس والاتجاه ومن الأمثل على الكميات المتجهة القوة حيث تحدد برقم يدل على مقدار القوة ووحدة قياس للقوة بالإضافة إلى ذكر الاتجاه فعلى سبيل المثال عند دفع جسم لتحريكه يجب هنا ذكر مقدار القوة المتمثلة برقم وذكر وحدة القوة والتي تقاس بنيوتن وذكر اتجاه تأثير القوة ففي المثال يقوم رجل بدفع صندوق بقوة مقدارها 1000 نيوتن باتجاه اليمين تمثيل المتجهات تمثل الكميات المتجهة كباقي الكميات الفيزيائية من خلال الرمز لها بحرف فعلى سبيل المثال يرمز القوة بالحرف قاف ويتم تمييز الكميات المتجهة من خلال رسم سهم صغير على الحرف الذي يمثل المتجه تميز بعض الكتب الكميات المتجهة من خلال كتابة الحرف بشكل غامق أو بشكل مائل عند تمثيل الكميات المتجهة بالرسم لا بد من اعتماد مقياس رسم يتناسب مع مقدار الكمية المتجهة بالإضافة إلى توفر أدوات الرسم مثل المصطرة والمنقلة فعلى سبيل المثال لتمثيل قوة مقدارها 1500 نيوتن تصنع زاوية مقدارها 45 مع المحور السيني وقوة مقدارها 2000 نيوتن تصنع زاوية مقدارها 120 درجة مع المحور السيني نقوم أولا بتحديد مقياس رسم مناسب للكميات الممثلة حيث سنمثل هنا كل 100 نيوتن بواحد سنتيمتر على الرسم فيكون بذلك 1500 نيوتن تعادل 15 سنتيمتر على الورق و2000 نيوتن تعادل 20 سنتيمتر ثانيا نقوم برسم المحورين السيني والصادي وتسميتهما ثالثا باستخدام المصطرة يتم تقسيم المسافات على المحور السيني والصادي بما يتناسب مع مقياس الرسم المحدد رابعا لرسم المتجه الأول والذي مقداره 15 سنتيمتر ويصنع زاوية مقدارها 45 مع المحور السيني نقوم بداية بتحديد زاوية مقدارها 45 درجة مع المحور السيني باستخدام المنقلة حيث عند قياس الزاوية يجب أن ينطبق مركز المنقلة على نقطة المركز وينطبق الخط الأفقي للمنقلة على المحور السيني ومن ثم نحدد الزاوية 45 درجة على المنقلة ونضع علامة عند الزاوية المقاسة ثم نقوم برسم خط باستخدام المصطرة يبدأ من المركز بحيث يمر من العلامة التي تم تحديدها بحيث يكون مقدار طول الخط 15 سنتيمتر بهذا نكون مثلنا المتجه الأول والذي مقداره 1500 نيوتون بزاوية 45 درجة على الورق بنفس الطريقة نرسم المتجه الثاني من خلال التحديد زاوية 120 درجة بداية مع المحور السيني مع التأكيد على وضع المنقلة على المحور السيني ومركزها على مركز الإحداثيات ثم نقوم بوضع علامة عند الزاوية 120 درجة على طرف المنقلة ومن ثم نقوم برسم خط باستخدام المصطرة من المركز يمر بالعلامة المحددة للزاوية بحيث يكون طول الخط المرسوم 20 سنتيمتر وبهذا نكون مثلنا المتجه الثاني جمع وطرح المتجهات بالرسم نستخدم الرسم لإيجاد الجواب النهائي لعملية جمع أو طرح المتجهات ولهذه العملية نحتاج إلى مصطرة ومنقلة لرسم المتجهات بطريقة صحيحة تمثل القيمة والاتجاه ومن ثم استخدام المصطرة لقياس طول المتجه المحصل للحصول على القيمة للجواب واستخدام المنقلة للحصول على الاتجاه فلجمع المتجهين ألف وباء نقوم بأخذ القياسات لكل متجه من حيث الطول والزاوية مع المحور السيني لكل متجه حيث باستخدام المصطرة نجد أن طول المتجه ألف هو 8 سنتيمتر وبقياس الزاوية باستخدام المنقلة نجد أن المتجه ألف يصنع زاوية مقدارها 30 درجة مع المحور السيني نقوم كذلك بأخذ قياسات المتجه با باستخدام المصطرة لقياس طول المتجه حيث أن طول المتجه با هو 6 سنتيمتر ونستعمل المنقلة لقياس زاوية المتجه مع المحور السيني والتي تساوي 120 درجة بعد ذلك نقوم بإعادة رسم كل متجه بحيث نرسم المتجه الأول في أي منطقة نختار باعتماد القياسات التي أخذناها حيث نبدأ أولا بتحديد النقطة التي تمثل ذي المتجه الأول ومن ثم نستخدمها لتحديد زاوية المتجه الأول والتي مقدارها 30 درجة حيث يتم وضع علامة عند زاوية 30 ونقوم بعد ذلك برسم خط من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية باستخدام المصطرة بحيث يكون طول الخط المرسوم هو 8 سنتيمتر بعد رسم المتجه الأول نقوم برسم المتجه الثاني بحيث نبدأ الرسم من رأس المتجه الأول فنستخدم رأس المتجه الأول لتحديد زاوية المتجه الثاني والتي مقدارها 120 درجة باستخدام المنقلة نقيس زاوية مقدارها 120 درجة من رأس المتجه الأول ونضع نقطة كعلامة تحدد مقدار الزاوية وبعد ذلك نستخدم المصطرة لرسم خط من رأس المتجه الأول إلى النقطة المحددة بحيث يكون طول الخط المرسوم هو 6 سنتيمتر بعد الانتهاء من رسم المتجهين نقوم الآن برسم الاتجاه المحصل بحيث يكون الاتجاه المحصل يبدأ من ذيل المتجه الأول وينتهي برأس المتجه الثاني وباستخدام المصطرة نقوم برسم خط يبدأ من ذيل المتجه الأول وينتهي برأس المتجه الثاني ونستخدم المصطرة لقياس طول المتجه المحصل بحيث يكون طول المتجه المحصل هو القيمة العددية للمتجه المحصل والذي يساوي هنا 10 سنتيمتر وبعد ذلك نستخدم المنقلة لقياس زاوية المتجه المحصل ونجد بعد قياس الزاوية باستخدام المنقلة أن المتجه المحصل يصنع زاوية مقدارها 67 درجة مع المحور السيني وزاوية مقدارها 37 درجة بالنسبة للمتجه الأول ألف جمع أكثر من متجه بالرسم لجمع أكثر من متجه بالرسم نستخدم نفس التقنية المستخدمة لجمع متجهين بالرسم حيث نقوم برسم المتجه الأول ومن ثم نرسم المتجه الثاني بداية من رأس المتجه الأول ونرسم المتجه الثالث بداية من رأس المتجه الثاني وهكذا حتى نرسم جميع المتجهات ويكون المتجه المحصل في هذه الحالة هو الخط الواصل بين ذي المتجه الأول إلى رأس المتجه الأخير ونقيس زاوية الاتجاه المحصل باستخدام المنقلة طرح المتجهات إن عملية طرح المتجهات مشابهة لعملية جمع المتجهات إلا أنه في حالة طرح المتجهات نقوم بعكس اتجاه المتجه المطروح ففي الشكل متجهين هما ألف وباء حيث أن طول ألف هو ثماني سنتيمتر ويصنع زاوية مقدارها صفر مع المحور السيني ومتجه باء طوله ستة سنتيمتر ويصنع زاوية مقدارها تسعين سنتيمتر مع المحور السيني لإيجاد ناتج ألف ناقص باء نقوم برسم المتجه ألف كما هو ثم نقوم برسم المتجه باء من رأس المتجه الأول إلا أنه في هذه الحالة نقوم بعكس اتجاه المتجه باء من خلال إضافة زاوية مقدارها مئة وثمانين درجة حيث تكون زاوية المتجه باء المطروح هي مئتين وسبعين درجة ونرسم المتجه باء بنفس الطول ويكون المتجه المحصل هو من ذيل المتجه الأول ألف إلى رأس المتجه الثاني المطروح باء ويقاس مقدار المتجه المحصل بالمسطرة وتقاس زاوية الاتجاه المحصل بالمنقلة جمع وطرح عدة متجهات لجمع وطرح عدة متجهات نستخدم نفس الأسلوب السابق فلإجراء العملية الحسابية للمتجهات المبينة في الشكل ألف زايد باء ناقص جيم زايد دال نقوم بإعادة رسم المتجهات مع الأخف بعين الاعتبار بعكس اتجاه المتجه المطروح حيث نقوم هنا بعكس اتجاه المتجه جيم وبعد الانتهاء من رسم المتجهات نجد الاتجاه المحصل من خلال رسم المتجه المحصل من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الأخير ونقيص طول المتجه المحصل بالمسطرة ونقيص زاوية المتجه المحصل باستخدام المنقلة